هنبدأ نتعرف دلوقتي على اسلوب يسمى اسلوب كسر الحاجز النفسي او اسلوب يسمى اسلوب اللي انت ازاي تبني الهوت بوينت وتبدأ انه ده بداية كوية تماما في البداية شباب صلوا عن لكم لو احنا اتكلمنا في البداية اللي انا دخلت كدوري كدوري كأداء مدرب وقلت الدوري كأداء مدرب اللي انا دلوقتي اللي عرفت نفسي بكوة وبتعرف النفس بكوة بدأت اللي انا اتكلم وقول والله اسمي مصطفى حزن ابراهيم خريك كذا ومدرب على كذا وعندي كذا وشهداتي كذا وووو الى اخيره تمام يجي الجزئية اللي بعد كده العرض القصصي حاول تستخدم في المحاضرة بتاعتك عرض قصصي طب عرض قصصي ازاي؟ حاول تستخدم في المحاضرة بتاعتك تشبيهات واقعية تشبيهات واقعية ازاي؟ تشبيهات تكون موجودة في الامر الواقع يعني ايه في موجودة في الامر الواقع؟ تشبيهات تكون موجودة في الواقع اللي احنا موجودين به طيب زي ايه؟ تخيل مثلا انك بتدي محاضرة عن النجاح طيب لما تيجي تدي محاضرة عن النجاح بتقول ايه؟ ماينفعش انك تخش تقول والله في النجاح بتاعك اللي انت عندك حاجة اللي انت عمال تنجح فيها وتخش في المحاضرة على طول طيب لما تيجي تبدأ يتدي محاضرة في النجاح حاول اللي انت دايما تتكلم عن النجاح بطرق قصص ازاي؟ هات اي مثال هات اي شخص نجح؟ من ضمن الاشخاص اللي نجحت كان فيه قصة حقيقة اسمها واحد اسمه تايكو اساهرة تايكو اساهرة شخص كان ياباني الجنسية الشخص ده كان عنده هدف وعنده حلم اللي هو يصنع مطور مكتوب عليه الصنعة في اليابان طيب بعد اما عمل المطور ده ايه اللي حصل فيه؟ راح امبراطور الصين او حاكم الصين شكره قصة بتبدأ تحمس الناس ليه؟ عندك قصة عن نجاح لو احنا بنتكلم عن تدريبه من المدربين تقدر في بداية الدورة انك تعمل تجيه بورقة وقلم وتوزعها على جمهورك كلهم وتقول لهم والله كل شخص يكتب هدفه وتبدأ كل شخص يطلع يقف قدام الناس انه يتكلم عن الهدف بتاعه طيب ايه تاني؟ عرف زميلك يعني ايه عرف زميلي؟ حاول كل شخص اللي انك تعرفه وفيه نقطة مهمة جدا في التعريف حاول في التعريف لو انت بتنسى اسام المتدربين لو انت عندك دورة مثلا بيسموها ورش العمل ورش العمل طبعا التدريب فيها تراوح العدد فيه مثلا بنقوله مثلا من خمسة لخمستاشر طيب حاول تركز في اسم كل شخص ازاي في اسم كل شخص؟ كل شخص بتتعرف عليه اسمك مؤهلك حضرتك هتستفاد ايه بعد حصولك على الدورة حضرتك ايه الناوي اللي انت تتحققه بعد ما تنتهي الدورة ايه السلبية اللي اتوجهك في الحياة؟ تبدأ تعرفه عشان ايه؟ عشان تكسر الحاجز النفسي بالنسبة للحاجز النفسي يا شباب كل شخص عنده حاجة تسمى جبل جليد طب جبل الجليدي ده عبر عن ايه؟ هو جبل بيبدأ في البداية يتكون لما يقابل شخص الاول مرة بمعنى انا قابلت شخص الاول مرة بيبدأ الجبل الجليدي بتاعي يتكون طيب هتكسره؟ هتم العلاقة بوده ومحبة وعلاقة حميمية هيفضل الجبل الجليدي موجود هو بسبب الجبل الجليدي لما يفضل موجود اللي مقدرش اللي اتنين يكسروه يعني ندي مثال لو احنا ايه سبب ارتفاع نسبة الطلاق ان سواء الزوج او الزوجة بالنسبة لهم فيه جبل جليدي الزوج عايز الزوجة تتصرف بناءا على تفكيره ومشاعره الزوجة عايز الزوج يتصرف بناءا على تفكيرها ومشاعرها وده اللي يحصل حاجة بتسمى صدمة بين الطرفين انا في محاضرتي هكسر الجبل الجليدي ازاي؟ عندنا طرق كتير لتكسير الجبل الجليدي اول طريقة من تكسير الجبل الجليدي حاجة تسمى السؤال المباشر الفكرة في السؤال المباشر اللي هو ايه؟ الفكرة في السؤال المباشر لبداية النقاش وحاول انت تكون ذكي في الاسئلة يعني اكون ذكي في الاسئلة ازاي؟ حاول يكون عندك اسئلة بتسمى اسئلة استفهامية وهنتعلمها كم شوية طب ايه السبب فيها؟ عشان تحاول تنشأ روح من الفوضى داخل المحاضرة بتاعتك بتسمى فوضى استكشافية اثنين حاجة تسمى العصف الزهني العصف الزهني عبارة عن ايه؟ اللي انت بتدي سؤال وكل شخص يبدأ يحل البناء عليه طيب نبدي مثال لو احنا في دور التدريب مدربين لو قلت كل شخص من الحضور اللي معانا يجيب ورقة وقلم ويكتب عندنا دلوقتي معهد تدريب المعهد التدريب ده اتطلب مننا كفريق تدريب كلنا انه عنده خلل في العمليات التدريبية الخلل في العمليات التدريبية نتج عنها ضعف التسجيل في دورات المعهد كل شخص يبدأ يعمل عصف ذهني ايه السبب في كلة التسجيل والسبب في النهود بالعمليات التدريبية بيبدأ العصف الذهني يشتغل وكل شخص يكتب في ورقة وقلم ايه هو عن بناء على تفكيره ومعتقداته وبعد كده بتبدأ اللي انت تتناقش طيب اتنين الالغاز يعني ايه الالغاز حاول تدي لصف له علاقة بالبرنامج التدريبي يعني ايه له العلاقة بالبرنامج التدريبي انك حاجة بيسموها فان حاجة بيكون اسلوب مرح اسلوب مرح وبرا عن ايه اسلوب بالنسبة لك اللي هو يكون مرح انه يكسر الحاجز النفس بينك وبين متدربينك يبني علاقة الالفة بينك ومتدربينك يبني العلاقة بينك وبين الاشخاص اللي من خلالهم تقدر اللي انت تطبق العمليات التدريبية طيب الاسلوب الرقم السبعة وده اهم اسلوب عندنا اسلوب يسمى فورمات فورمات مش يعني الموت لا فورمات اللي هو حاجة كلمة لماذا ليه هوي استخدم لماذا عند البدء الحديث والتخاطب والحوار لجذب انتباه الجمهور طيب ايه السبب لماذا نحن نحضر دور التدريب مدربين لماذا نتعلم اللغة الانجليزية لماذا اطور من مهاراتي في فترة الاجازة طيب اول ما تيجي كلمة لماذا الشخص بيحصل ايه كل شخص بيبدأ ياخد كلمة لماذا ويحاول يفكر فيها ويبدأ يقيم قيمه معتقداته وده اسلوب من الاقناع هنتكلم عنه يعني من ضمن اساليب الاقناع كم واحد حصل له مشكلة مثلا او مش مشكلة كم واحد كان مثلا في مول تجاري او في سوق تجاري ولما راح السوق التجاري جاله شخص من الناس اللي بيسموه من الناس الصيادين اللي هو ناس الصيادين اللي عبارة عن بيسوقه وهو بيسوق فجأة قال له ايه؟ قال له والله بيباع له سلعة وبعد ما باع له سلعة الشخص اشتراها نزل سيارته حتىه في السيارة قال له نفسه ايه اللي انا عملته ده؟ انا ايه اللي خلاني اعمل لنا الكلام ده؟ دي كلمة لماذا؟ انك بتستخدمها عند بدء الحديث انك بتحاول تجذب انتباه اللي قدامك اللي بعد كده ماذا اللي هو وط؟ ايه المعلومات اللي انت محتاجها عشان تحصل على المحاضرة دي؟ ودي نقطة مهمة جدا للناس اللي بتشتغل في التسويق شغل الماركتينك حاول تختار حاجة تسمى الميزة التنفسية او المعلومات اللي انا عايز احطها في التسويق بتاعي عشان العناصر اللي برا يبدأوا ينجاذبوا لهم ايه العناصر اللي انا عايز احطها في العملية التدريبية بتاعتي عشان الناس يبدأوا يتطبقوا عليه طيب الجزء اللي بعد كده كيف طيب كيف ما هي خطوات التنفيذ الصوت بيقطع طيب كيف الصوت واضح يا شباب لو الصوت واضح يا شباب اكتبوا لنا واضح طيب ما هي خطوات التنفيذ طيب خطوات التنفيذ هستخدمها في ايه ايه اول خطوة اللي انا هبدأ انفزها عشان احقق الهدف بتاعي عشان اللي انا ابدأ اطبق الهدف بتاعي وبالنسبة لخطوات التنفيذ تقدر تستخدمها مش بكسر الحاجز النفسي بس فاهدافك يعني كتير مزن بيجي من الطلاب عندنا في دورات عندنا دورة مثلا دورة التخطوط الاستراتيجي اللي ازايت تحط خطة وتشوف تطبيق الخطة دي في الفترة يعني مثلا بنعلم الناس او بنعلموا الطلاب او بنعلموا الشباب ازاي اللي انت تبدأ تحط خطة واتقول والله انا خلال السنة عايز احقق كذا وانت بتحط الخطة في خلالي السنة ان انت بتقول والله الوضع تاعي كذا طيب إزاي أنك بتحط الخطة بتيجي تحط الخطة بتبدأ تحط خطوات التنفيذ عايز تحط خطوات التنفيذ بتبدأ تحط خطوات التنفيذ إيه أول حاجة هعملها يعني مثلا لو ندي خطوات التنفيذ واحد أقال إننا دلوقتي ستداخلين على شهر رمضان ربنا يعيدو علينا بالخير واليومني والبركات يا رب أنا عايز أحفظ الكرآن في رمضان طيب كلمة أحفظ الكرآن أو كلمة خطوات التنفيذ احفظ الكران في مضمونها صح لكن اللي بيحصل بتيجي في طرق التنفيذ ما انتش عارف لكن لو قلت في خطوات التنفيذ الاسبوع الاول هحفظ 10 صفحات الاسبوع التاني هحفظ 10 صفحات الاسبوع التالت هحفظ 10 صفحات هي دي خطوات التنفيذ فانا في خطوات التنفيذ في المحاضرة بتاعتك ازاي اللي انت في خطوات التنفيذ في المحاضرة بتاعتك ان المتدربين عندك يقدروا يوصلوا في الضوء يوصلوا للهدف بتاعهم أو يوصلوا للنتيجة بتاعتهم عن طريق التمرين اللي هتقدمها لهم طيب الجزء هي آخر حاجة بكية بعد كده ماذا لو ودي مقطة مهمة جدا كتير من المدربين بيخفل عنها أو كتير من المتدربين بيخفل عنها نبدي مثال ماذا لو اللي انت رحت تدي دورة والدورة دي اللي انت بتديها وفجأة النور فصل ماذا لو ماذا لو لو انت بتدي دورة وفجأة انك ما عندكش البرزنتيشن مش شغال ماذا لو لو انت بتدي دورة وحصل لك خلل مال لازم تحط الاحتياطات عندك سواء احتياطات ايجابية ازاي هتبدأ تطبقها واحتياطات سلبية لو حصل سلبية ازاي اللي انا هبدأ احولها الاجابية دي عن طريق ماذا لو وماذا لو يا شباب في قاعدة بتقولك الاتي افترض الاسوأ فالصعب لعب عيال يعني ايه افترض الاسوأ فالصعب لعب عيال افترض اسوأ حاجة بتحصل عندك ايه اسوأ حاجة بتحصل عندي يعني ادي مثال الصوت بيقطع طيب والله الصوت عندي النيت عندي النيت لو بيقطع يا شباب ان المحاضرة هتبقى مسجلة وهينزل التسجيل تمام التسجيل ده هينزل تقدروا تراجعوه ولو احتاجتوا اي سؤال احنا موجودين معاكم على الواتساب او موجودين معاكم بكرة هنبدأ نعيد اللي انتم مش فاهمينه تاني طيب ماذا لو ماذا لو زي ما اتفقنا افترض الاسوأ فالصعب دايما هيكون لعب عيان يعني ايه ايه اسوأ حاجة حصلت يعني ايه اسوأ حاجة حصلت لو انت داخل على مقابلة مثلا او اللي انت عندك مقابلة شخصية او بلاش ندي ايه مثال لو انا عندي الدورة النهاردة دورة تدريب مدربين ايه اسوأ حاجة هتحصل ان انت هيقطع زي ما حصل معايا دلوقتي اسوأ حاجة حصلت ان مش هيكون موجود متدربين ايه اسوأ حاجة حصلت ان الجهاز مش هيفتح بتبدأ تعطي احتمالات وبعد ما بتدي احتمالات الاحتمالات اللي موجودة عندك دي انت اللي بتبدأ تنفزها بناء عن ماذا لو حاول دايما في ماذا لو في كل حياتك حط احتمالات لعملية التدريبية بتاعتك طيب الجزئة اللي بعد كده طيب عندنا الجزئة اللي بعد كده حاجة تسمى طبعا ده تدريب تدريب اللي انت يفترض اللي انت دلوقتي الان انك تاخد تأدي دورك كمدرب انك حاول تكسر الحاجز النفسي بينك والمتدربينك فالتدريب ده انه كل شخص يقدر يطبقه مع نفسه وبكرة اللي هو يشعر